في برنامج دردش مباشر مستمرية إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أدل دفاع عن الزنوب سنة رسول الله أتبركاتك من معي كسونك يا شيخ أشرف غريب العفو أنا أخلط بينك وبيان وليد اسمائي بصراحة فضل يا فن سؤال حضرتك يا شيخ نعدي استفسار بسيط اسم حضرتك يا فن اسمي مصطفى مصطفى شيء طبعا نعم نقرأ أني ما أنا مهتم يعني إيمن ومهتم يعني يعني مو شيخوة الشيعي متعصب ولا سني متعصب ونحاور إلى حد ما مو نحاور يعني باحث إلى حد ما شيخ وليد العفو شيخ أشرف غريب فضل يا فن أي من الممكن اعتبارك بالنسبة لأصول الدين الخمسة طبعا آسف أنت ممنوع عندك تذكر عائشة أو الصحابة لكن هل بالإمكان اعتبار هؤلاء الشخصيات أصل من أصول الدين بحبهم إن من يكفرهم فقد كبر والله أستاذنا الفاضل الأصل يعود إلى القرآن وليس إلى الشخصيات بس يعني من الممكن اعتبارهم أصول بحبهم أستاذ بعد إذن حضرتك يعني دائما بيسألك حدث العاقل بما لا يعقل حضرتك كشيع 12 عندك الأمر بالمعروف أصل من أصول الدين هتقول لي لا ليس أصل من أصول الدين اسمعني بعد إذنك عشان تفهم هتقول لي الأمر بالمعروف ليس أصل من أصول الدين ولكن القرآن الكريم نادى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنقر إذن هذا يعتبر أصول حكم منكر هذا الأصل إيه حكم منكر هذا الحكم القرآني يعني من أنقر حكم القرآني حكم إيه عندك هتقول لي هذا الشخص خرج عن الإسلام لأنه أنقر ما أمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن فإذن حضرتك لما نجل نتكلم عن الشخصيات هذه الشخصيات القرآن عظمها وبجلها فمن طعن فيهم فوطاعنوا في القرآن لأنه طاعنوا في أصل القرآن بس في سؤال أخر شيخنا أنا بصراحة شو سافت أصول الدين كيف يعني أنه أكون خمس أصول بصراحة يعني ما داخل بعقلي لمن لعندي الشيع أستاذنا الفاضل لعندي الشيع مش عند السنة لأنا بكل الأقوال لأنا قلت لك أنا بالنصباح طيب الأصول خمسة عند الشيع فقط أستاذ الفاضل يا أستاذ عم أهل السنة فعندهم أصول الدين كل ما جاء به حلال أو حرام في قرآن أو في سنة فهو أصلا عندنا أصلا من الدين لا نستطيع أن نجازي ونقول هذا فرق تمام يعني ما كما أنه أصول لا عندنا لا مش خمسة من قالك أنه عندنا خمسة جمحة 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 اتساني جاوبك تاني كل ما قال به الكرآن من نهي وأوامر تمام هي أصول عندنا لا يجوز أن نقول تلك ليست أصول دينية لأهل السنة والجماعة كماذا مثل ماذا مثل الأمر بالمعروف والنهي على المنقر مثل ماذا الصدقة مثل ماذا الإحسان هذه كلها أصل من أصول دين نعم أصل نادى به القرآن عدك الرقبة أصل نادى به القرآن الإقامة الحدود أصول نادى بها القرآن كلها دي أصول عقائدية لا يستطيع ننكر جزء منها تمام فيه فرق أركان الدين وأركان الإيمان أركان الدين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لي أركان الإسلام إقامة الصلاة الزكاة صوم رمضان حج البيت فيه أركان الإيمان أيضا الإيمان بالله والمعيكة والكتب والرسل والقضاء والقدر خيره وشره باسمها أركان الإيمان أول حضر أول عبادة مؤمنين شيخنا بالإمكانة تبارع أشو الصحابة أصل منه دعبنا على جاوبتك على السؤال والله يعني أنا محبش أكرر في المقرر أجبتك عن السؤال ده في أول كلامي تمام النقاشات في الأصول أي نقاش في الأصول مرحب بيه لا تتدخلنا في صحابة ورا في زوجتنا ده بنهاج البرنامج عندي نقاش في الأصول مرحب بيه نقاش في الأصول مرحب بيه